هل ده الي هنشر هو المجهول في جربات الفيسبوك بتابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناة ايضا ساسي اليوم اليومнитرية ك qual pess تعملي اعلاف نمجเร اوليك بالكالاذ اكتبلي في الحالث والتي او سحن او كشباه السلام 2019 hes 2022 مجهول الهوية في جروبات الفيسبوك. طبعا احنا ندخل على الجروب وبنلاقي كلمة منشور مجهول الهوية. في حالة ان انا ملقيتش كلمة منشور مجهول الهوية بعمل ايه? طيب في حالة ان انت دخلت جروب واحد. لقيت فيه منشور مجهول الهوية مش موجود. الشخص المسؤول عن الجروب منع الميزة دي. تمام? لو انت لقيتها في كل الجروبات يبقى هو مناعها الميزة دي من الجروب بتاعه. طيب في حالة اني مش ظاهر عندي لكل الجروبات منشور مجهول الهوية دي في الحالة دي بتتواصل مع دعم الفيسبوك هو اكتر حد هيساعدك واكتر حد هيتيح ليك الميزة دي بعد بقى التحديس يعني لو مش ظاهر عندك في كل الجروبات تعمل تحديس ومزبطش التحديس معاك تحزف التطبيق خالص وترجع تحمله تاني لها تطبيق الفيسبوك طيب في حالة ان انا عملت كل ده تتواصل بقى مع الدعم هنا بقى اكتب شيئا بضغط على اكتب شيئا من هنا ببدأ ان انا اكتب المنشور بتاعي هكتبه وارجع لك تاني دلوقتي انا خلاص كتبت المنشور بتاعي عاوز ان انا بقى انزله في الجروب عضو مجهول الهوية او نشر يعني محتوى مجهول الهوية بعمل ايه لو جينا ملاحظ فوق هنا كده نشر محتوى مجهول الهوية هنا مقفولة عندي كل علي ان انا ببدأ افعلها بالشكل ده هيظهر عندك مشارك مجهول الهوية زي ما انت شايفين كده كل علي بضغط على كلمة نشر وبنتظر هنا طبعا شكرا على منشورك تم الارسال منشور الى مسئوله المجموعة للموافقة طبعا خلاص المنشور بتاعي تبعت للشخص المسئول على الجروب هيوافق عليه طبعا هيتنشر بنشر محتوى مجهول الهوية زي ما انت شايفين كده عاوز تلغي الميزة بتضغط على المربع ده وبتقفل الاختيار الاعلى بتنشر عادي هنا اعزالك وهنا بقفل الاختيار ده انا كده قفلت محتوى مجهول الهوية او نشر مجهول الهوية بعد البوست اللي انا هنزله في الجروب زي ما انت شايفين الجروب معلق معلش البوست معلق معي في الجروب علشان الشخص المسئول لسه موفق لسه على المنشور بتاعي وبس كده ياريت اعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة